بعيدا عن كرة القدم ولكن داخل نادي الزمالك وعلى مستوى فريق كرة السلة للسيدات الفريق اللي انفقت عليه المصروفات المالية تحديدا هذا الموسم بطموح مختلف وهو طموح المشاركة لأول مرة ضمن الثمانية الكبار النهاردة وبعد انسحاب نادي الزمالك من بطولة الدوري رسميا خرج القرار وصدر خطاب من الاتحاد المصري لكرة السلة وارسل الى اندية الدوري كلها انه جد جديد الزمالك انسحب فهبط الى فرق الهبوط وسيستمر هناك وسيهبط عن هذا الموسم الى الدرجة الثانية الموسم المقبل وبالتالي اللي تاسع بقى تامن واللي عاشر بقى تاسع لانه الزمالك اللي كان فوق ما بقاش فوق بعد الخطاب ده ما تيجوا نستعرض كده ايه وضع هذا الفريق فريق كرة السلة للسيدات لانه في ناس مش فاهمة او مش فاكرة اللي حصل بقرار انسحاب نادي الزمالك على مستوى كرة السلة للسيدات يلا نستعرض فريق سيدات السلة بنادي الزمالك تم تأسيسه منذ الستينيات من القرن الماضي هو لم يهبط الى الدرجة الثانية الا في مرة واحدة من المفارقات انه كانت سنة 2014 وبرضو كانت بسبب انسحاب الزمالك الى من الدوري وبالتالي هبط وعاد بعدها بموسمين الى الدوري الممتاز او درجة الاولى يعني الفريق يضم بين صفوفه اثنتين عشرة لاعبة بعقود تتراوح ما بين خمسين وثمانين ومائة ومائة وعشرين ومائة وخمسين الف جنيف الموسم وده اعلى رقم بتحصل عليه اعلى لاعبة في الفريق دوري سيدات السلة اساسا مكون من ستة عشر فريقا يتم تقسيمه الى مجموعتين من واحد الى تمانية ده الكبار ومن تسعة الى ستاشر دول اللي هم بينفسه من اجل البقاء في المسابقة الزمالك على مدار السنوات يشارك في مجموعة الفرق اللي في النص التاني من تسعة الى ستاشر ولأول مرة يشارك هذا الموسم في دوري السمانية الكبار ومن اجل طموح المشاركة ضمن السمانية الكبار اتفقت الادارة مع الكابتن عمرى عشور المدير الفني السابق لنادي الزمالك على تدعيم الفريق وبالفعل تم التعاقد مع اربع لاعبات من اندية مختلفة تكلفة كل لاعبة تصل الى مائة وخمسين الف جنيه على مستوى الشراء شراء العقد يعني بعد ذلك تم التعاقد مع لاعبة مختلفة من امريكا كانت تشارك مع فريق التأمين وتحصل على راتب الفي دولار في الشهر تعاقدت مع الزمالك بالحصول على اربعة الاف دولار مش جنيه في الشهر صح؟ دولار ومع مرور الوقت لم تحصل على مستحقاتها باستمرار ورحلت بسبب هذه الازمة كما ان النادي بحسب حديث هذه اللاعبة لم يسدد ايجار الشقة الخاص بها قرر مجلس ادارة نادي الزمالك تسريح الفريق الاول لكرة السلة سيدات بعد خساراته السقيلة امام النادي الاهلي بنتيجة 122-52 في المباراة التي اقيمت على صالة الفريق الاحمر بالجزيرة ضمن منافسات الجولة السالسة من بطولة دوري السوبر بعد قرار تسريح الفريق الاول خاض النادي مبارتين في الدوري بفريق 18 سنة الا ان الفريق لم يستطع تكملة المشوار بسبب ارتباطه بمواجهات اخرى على مستوى الدوري بتاعه فالزمالك لقى صعوبة فقالنا نسحب رحلت لاعبات الفريق الاول مجانا الى العديد من الاندية ابرزها البنك الاهلي والاتحاد السكندري والظهور بعد جلسة جمعتهن مع مسؤولي الزمالك وتم ابلاغهن بان الباب مفتوح لمن يرغب في الرحيل والتنازل عن باقي قيمة عقده من ضمن ازمات فريق سيدات السلة بنادي الزمالك اللعبة يارا اسامة هي احدى لعبات الزمالك ومنتخب مصر للسيدات صاحبة العشرين عاما تعد من افضل لعبات الفريق ايه ازمتها ان هي كانت قد تلقت عرضا الموسم الماضي من نادي سبورتينج بسبعمائة الف جنيه لكن الزمالك وقتها رفض رحيلها ولم يتم منحها الاستغناء الخاص بها علشان يكون الفريق اللي عايز به نافس على لقب الدوري ويشارك مع مستوى الكبار يعني مع مرور الوقت رحلت اللعبة يارا اسامة الى النادي الاهلي بعدما تواجدت والدتها داخل النادي مؤخرا وسددت تسعين الف جنيه وحصلت على الاستغناء الخاص بابنتها وانضمت بالفعل الى النادي الاهلي طبعا اغلب اللعبات خلاص رحلنا عن نادي الزمالك اللي كل اللعبات يعني خلاص الفريق السرح واللعبات انتقلنا الى اندية منهم من تلعب مع الزمالك وهي عندها خمس سنين ومنها من انضمت مؤخرا على بداية الموسم وفي الاخر لم يعد هناك فريق سيدات في نادي الزمالك بغض النظر عن اتفاقك او اختلافك مع ان يكون في فايدة من وجود فريق سيدات او لا او انه ما توفروا الفلوس دي وانفقوها على لعبة اخرى او على فريق رجال بيشارك في بطولات من اجل حصدها لكن هو في النهاية تم انفاق المال على هذا الفريق وبالتالي الفكرة نفسها بتاعت الانفاق لم تكن فكرة بيتم التخطيط اليها بدليل ان الفريق تم تسريحه مع بدايات الموسم بسبب نتيجة خسارة ثقيلة امام المنافس الاشهر يعني مش على مستوى اللعبة دي على مستوى تنافس الناديين عموما وتم تسريح الفريق وبالتالي الخطة ما كانتش خطة مكتملة معروف بيان واحد اتنين تلاتة اربعة هنروح لفين